ترجمة نانسي قنقر كيف يكون عطلك هذا؟ لأني علمت أن قصرك زائل وأن هذا باقي فعمرت هذا أما أنت فقد عمرت قصرك وخربت قبرك فتكره أن تنتقل من العمران إلى الخراب مع أنك تعلم أنك إليه صائر لا محالة أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر وأين المدذب سلطاني وإن المزكى إذا مفتخر ألا يدعو هذا إلى جنونيها؟ الله إنك لصادق زدني حسنك كتاب الله فلزمه ففيه الخبر وفيه العبر لك حاجة فأقضيها لك نعم، ثلاث حاجات من قضيتها شكرتك فأطلب إذن أن تزيد في عمري لا أستطيع أن تحميني من ملك الموت لا أكذف أن تدخلني الجنة وتبعدني عن النار لا أعقوها فأعلم إذن لأنك مملوك ولست الملك ولا حاجة في المملك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر